بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا استقرنا ان يوم الحد عندنا بنتكلم فيه عن تفقدنا لبيوتنا تفقدنا لبيوتنا النهاردة عاي خلينا نقف شوية عند تحدي من التحديات الكبيرة اللي كتير لما بتتعرض عليها في الاستشارات بقى أبقى مركز شويتين ثلاثة ويه بحل الكتير النهاردة عنتكلم عن تحدي زواجي صعب شوية لكن ضروري ان احنا نحاول نوجد ليه حلول احنا عارفين ان النسب الطلاق عندنا مرتفعة شوية لكن الحمد لله بعد جود اللي قامت بها الدولة انخفضت النسب دي فوفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء معدلات الطلاق انخفضت في الفين تلاتة وعشرين بنسبة اتناشر في المية وهي النسبة لم تتحقق منذ فترة طويلة وصلنا في عام عشرين اتنين وعشرين لي متين تسعة وتسعين الف حال الطلاق وانخفضت الى متين تمانية وتلاتين الف حال الطلاق وتمن تلاف حالة خلع في الفين وعشرين تلاتة وعشرين لكن من الطبيعي ان الناس تتجه للزواج مرة اخرى بعد الطلاق اكيد هيعملوا ايه يعني الناس محتاجين اليف محتاجين ان هما يحسوا بعافية يحسوا بان هما خرجوا من قزمتهم يحسوا ان هما بيجددوا حياتهم طبيعي لكن للأسف المشاهد بقى اللي انا شاهدته فيه جلسات الارشاد وفيه في تحليل الظواهر المجتمعية اللي احنا مشتغل عليها لكن للأسف ده مش بيتم بشكل سليم يخلي الجواز التاني ناجح ويخليه جواز تلافينة فيه السلبيات اللي كانت في الجواز الاول فانضمن السلبيات اللي بتحصل عند الجواز التاني سلبية خطر شوي اللي هي سلبية ايه عدم التعافي من العلاقة الاولى الناس لو خرجوا بأن علاقة فيها عنف علاقة فيها اذى علاقة فيها نوع من انواع المهانة علاقة فيها خيانة علاقة فيها اي شيء من ممكن يكون بياخد وقت عشان يتعافى فيه الانسان بعض الناس بيستعجلوا الزواج التاني بعد الطلاق يستعجلوا الجواز التاني عشان ايه عشان يحاولوا يدوج راحه وساعات بيستخدموا الجواز التاني مش للهدف اللي ربنا خلق الجواز علشانه يستخدموا الجواز عشان ينسوا والجواز التاني مش جاي عشان الناس تنسى الجواز التاني جاي عشان لنفس الاغراض اللي كان الجواز الاولاني كان منشأ علشانه ومش بيسيب الناس ساعتها فرصة نفسهم عشان التعافي من الآثار النفسية للعلاقة السابقة او حتى التعافي من الآثار المادية للتجربة السابقة وبعض الناس بتكون محتاجة مساعدة متخصص عشان تتجاوز التجربة بكل أثارها السلبية وكل ترقمتها اللي سابته في نفسيته عشان يقدر يكمل حياته بشكل صحي وده جزء من فهمنا اللي قوله تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة وعلى فكرة دي نقطة مهمة جدا جدا اللي هي نقطة التعافي نقطة مهمة بيغفلها كثير من الناس المشكلة الثانية اللي بتقابلنا في مسألات الجواز التاني في تحديات الزواج التاني عدم الوقوف على أسباب فشل العلاقة السابقة لما تنتهي العلاقة لابد كل الأطراف تيشوفوا الأسباب اللي كانت قدت إلى فشل العلاقة السابقة ويعرفوها بشكل منصف وبشكل غير متعجل عشان يقدروا يعالجوها قبل الدخول في العلاقة التانية وإلا ممكن يقعوا في نفس المشكلات مرة تانية وده اللي بنجده إن الشخص يقول إيه أنا متعلمتش من الجوازة الأولينية المشكلة التالتة اللي بتقابلنا وإحنا راحين الناس تتجاوز الزواج التاني بعد ما حصل الطلاق اللي هو الزواج الجديد خلينا نصلح على تسمية الزواج الجديد تالت حي بتحصل إلقاء اللوم بقى على الطرف الآخر وده سبب الشعور بالمظلومية اللي هي بتصيب الإنسان لما بيفشل في علاقة مهمة زي علاقة الجوازة خلينا أقول لكم رصد أنا رصده ده نوع من أنواع الانطباعات وليس نوع وليس ريسيرش أكتر ومن أهم أسباب المظلومية في العلاقات هو إلقاء اللوم على الطرف الآخر وإخراج النفس بريء من المشكلة وساعتها بيكون الشخص لما بيعمل الحكاية دي عاوي زي لعب دور الضحية وإنه أكيد مش غلطان في شيء وإنه أتظلم وما كانش يستحق المصير ده وما أن كل مريء ما كسب رهي أنت السبب في الجزء من السبب في اللي حصل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وبالتالي أمرهم بيعرف غلطه الشخص ده اللي هو بيبقى عنده تاق المظلومية ده أمرهم بيعرف غلطه ولا بيعلمه ويتكرر ده في العلاقات اللي جاية طيب مشكلة تانية بتواجه الناس في الجواز الجديد بعد الطلاق المين اللي اختيار شخص على النقيد من الشخص الأول من الاختيار الأول في الجواز الأول لأن بعض الناس بيشوفوا أن العيب كان في الشخص اللي انفصلوا عنه وأنه هو محور الخطأ ده وأنه هو محور العلاقة فبالتالي بيدور على شخص ما فيهوش نفس العيب ده وخلاص بس هو ده اللي عايزه زي مثلا يدور على شخص كريم لأنه كان الشخص بخير من غير ما يبص هو الشخص الكريم ده حسن التواصل أمش حسن التواصل الشخص الكريم ده شخص مسيطر ولا مش مسيطر الشخص الكريم ده شخص سيماته الشخصية تتناسب مع سيماته الشخصية ولا لا أهم حاجة هو عايز شخص كريمه بس حتى لو كان الشخص الكريم ده إيه اللي حاصل؟ متعدد للعلاقات مثلا وعايز حد ما يكونش بخير زي الشخص الأولاد مثلا عايز واحدة ما تكونش كثيرة النقد زي الأولانية سواء بقى كانت كسولة سواء كانت ما بتحبش تعمل حاجة سواء هي شخص ما بيحبش التطور شخص مش شايف إنه هو يتحمل المسؤولية أهم حاجة بس ما تبقاش شخص نقدي بس غير كده أنا مش عايز حاجة تانية الناس بتقول كده ومش بيبصوا البقى الصفات وهل هي مناسبة ليهم ولا لا المهم مفوش نفس العبل اللي كان في الايه في الاختيار الأولاني وعشان كده نبهنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه تنبيه هنا لطيف في قوله إليه فرقوا مؤمنوا مؤمنة انكرها منها خلقا راضيا منها الآخر يعني لازم حضرة النبي بيخلينا نبص للصورة الكاملة يبقى احنا لازم نبص للصورة الكاملة فحضرة النبي دايما بيعلمنا في الإيجاب وكمان في التقييم لازم نبص للصورة الكاملة المقارنة ما بين الاتنين أحد التحديات اللي بتواجهنا وإحنا رحيل الجواز الجديد بعد الانفصال المقارنة ما بين الاتنين وإسقاط المواقف على الطرف الثاني زي مثلا بيقول المثل الشعب اللي تلسع من الشربة ينفق في الزبادي وإن كان النفخ أصلا في الأكل عادة غير صحية بيكون فيها بقى شيء أشبه بالترومة من شريك اللحية السابق فيفضل الشخص يقانن في كل المواقف ده بيشرب زي ولا لا ده بيينفق زي ولا لا ده بيكلم الناس زي ولا لا ده بيسكت زيه بيتفرج على نفس الحاجات مقارنة 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 يفضل يقانن ما بين شريك حياته الحالي وشريك حياته السابق بشكل مبالغ فيه لدرجة أنه يبقى دهوة كل ده شغل تفكيره حتى لو في الكلمة حتى ولو لزمة معينة في الكلام يقوله ما تقولهاش تاني ليه؟ عشان بتفكرني بطريقها بتفكرني بطلقتي فبيكون فيه جو مليء بالتحفز ضد شريك الحياة وساعات شريك الحياة بيحس نفسه أنه هو مش متشاف هو اللي متشاف ده هو شريك الحياة السابق وهو بيتشاف النجاتيب بتاعه يعني هو مش متشاف أصلا ويفضل الشخص اللي هو عنده شبه الترومة ده يفضل يرائب تصرفات شريك حياته الجديد ده خوفا من وجود أي شبه من أي صورة بأي طريقة مع تصرفات الطريق أو الطريقة بحجة أنه عايز يتطمن على حياته القادمة من التحديات كمان اللي بتواجه الناس في الجواز الجديد بعد الانفصال الخوف من الفشل لدرجة أن الأوقات الخوف ده بيسيطر على الشخص فتفشل الإقلاقة الجديدة بسبب خوفه من الفشل وده بيزهر على تصرفاته وشريك حياته الجديد بيحس أنه طول الوقت عايش مع حد مرعوب عايش مع حد متكهرب ودوات ما يتنسبش خالص مع قولي تعالى الله لطيف بعباده ما يتنسبش أبدا مع قولي تعالى أليس الله بكاف عبده ما يتنسبش أبدا مع قولي فالله خير حافظه وهو أرحم الراحمين فيفضل الشخص ده خايف 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 وشريك حياته ملاحظ ده وإيه اللي بيحصل وبيمثل ومش قادر يبقى إنسان طبيعي يفضل خايف طول الوقت الشخص ده وشريك حياته حاس أنه عايش مع حد مش حقيقي التحدي السابع التشكك بقى وفقدان السقة بسبب العلاقة السابقة فلو كان فيه طرفين بيحبوا بعضه وينفصلوا فبيترك أثر سيء في نفس الشخص وممكن تخليه سيء معاملة شريك حياته الجديد لخوفه من الوقوع في حب شريك حياته الجديد والتعلق به فيحصل له نفس الجرح ونفس الوجع اللي حصل مع شريك حياته الأول فيقول لك إيه بدل ما أحب وأتعلق به وتوجع بلاها وده مليء بسوق الظن ومليء بسوق الأخلاق مع الناس التحدي التامن حاجة اسمها الأبواب المواربة إن إحنا لما منخلص علاقة إحنا قلنا في أول حاجة عدم التعافي منها لا لما منخلص علاقة ما منقفلش مع لفها صح ما منقفلهاش خالص يفضل فيه إيه باب موارب والمقصود بالباب الموارب ده إن العلاقة السابقة لم تنتهي بالنسباله يعني ما لم تنتهي فما زال بيحب طريق طرقته ما زالت بتحب طريقها لكن الرجوع أصبح مستقيل عشان فيه جواز جديد فبيضطر يكمل حياته عشان ينسى حبه القديم بحب جديد لكنه بيستمر في المرأبط ومتابعة أخباره خاصة على السوشيال ميديا أو يتابع أخباره ويا سلام بقى لو كانوا مع بعض في الشغل فما بيتجوزوه سي العلاقة وما بيركس على أخلاقته على أخلاقته جديدة وطول الوقت حاسس إن فيه نصه متاخد منه حاسس إن هو عايش بنص قلب وبنص حياة وبعين واحدة في العين التانية بتبص على الباب الموارب الباب المفتوح أنا دايما بقول للناس إن الأبواب المواربة ما بتجيبش تراوة الأبواب المواربة بتجيب سم عارف أنت البتاع ده اللي يجيب التهاب رئوي ويجيب تعب ويكسر الجسم ويخلي الإنسان مش قادر يقوم أو ده بتاع الأبواب المواربة يفضل كده مش قادر يصلب طوله ومش قادر يقف على حيله ومش قادر يتعامل بجدية في العلاقة الجديدة مع أن حضرة النبي علمنا إن لأهلك عليك حق فالراجل ده لي حق الست دي لا حق لكن ما حصلش التعافي ولذلك يجيب التعافي من علاقات السابقة قبل الدخول في العلاقة الجديدة قبل الدخول في أي علاقة جديدة يجيب التعافي وما فيش حاجة اسمها إيه اللي حاصل وداوني بالتي كانت هي الداء لا خالص ده أزم أتعافي ما روحش ما روحش أحاول أنسى إنسان بإنسان إنسان ده مش لعبة عشان أنسى أنسى حد تاني بيه من حقه إنه يقول كده التحدي الأخير اللي هو التحدي التاسع ده إن الزواج التاني لتربية الأولاد يتجوز جواز تاني عشان تربية الأولاد بعض الناس بيقرروا إنهم يتجوزوا جواز تاني بيبقى الهدف منه توفير أم بديلة أو أب بديل لرعاية الأولاد في البيت وخاصة في الست يتجوزها عشان تبقى أم وكأنها بتتحول إلى خادمة مدفوعة الأجر أو توفير أب بديل يقوم بالصرف على الأولاد لأن أبوهم طلق الطلاق طلق ما يسمى طلق الأولاد طلق الأم مع أولادها وأكيد ده مش بيكون علاقة صحية لأن الطرف التاني بيشعر بده ويحس إنه هو للأسف إنسان مش مرجوب في ذاته ومن هنا بنسمع بقى أوقات كتيرة عن زوجة الأب اللي بتضرب الأولاد وتعذبه وزوج الأم اللي بيعتدي على أطفالها أو بيحرمهم منهم ويشترط رجوعهم لأبوهم وعدم رؤيتهم وأنا دمنا مش بقول كل الممارسات دي ممارسات أنا ببرارها لكن أنا بفسر الممارسات دي بتحصل ليه ويمكن دي المعنى اللي من أجله حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لسيدنا جابر لما تزوج امرأة سيب سيبا لأجل تربية إخواته فهل لا بكرا تلعبها وتلعبك يعني إيه اللي حاصل ما كنت جوزت حد فلما فهمه سيدنا جابر يعني أو وضح لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم إن هو ما يستطيعش يعمل غير كده وكأنه هي كمان كانت فاهمة ده إذن ما ينفعش كمان إن حد يتجوز وده تحدي كمان ممكن نضيفه إن يهرب من لقب مطلق أو مطلقة بعض الناس بتعمل كده عشان المجتمع بيوسم المطلقة والمطلق بيقولوا أهي جوازة والسلام أحسن من إن سمعته تبوز ويبقى بالتأكيد ده أسوأ طريقة للجواز مرة تانية لإن الاختيار بيكون مش على أسل السليمة لكن بيبقى اختيار اختيار الهربان طب نعمل إيه بقى عشان الجواز التاني اللي هو الجواز بعد الانفصال الجواز الجديد ده ما نقعش فيه أشياء تفسده وتفشله ويبقى تجربة ممكن تكون مرارتها أفدح بكتير من مرارة التجربة الأولى أول حاجة أول حاجة لازم نعملها عدم التصرع في الزواج الثاني إلا بعد تمام التعافي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بييجي بقى كلام الجامعة هنا مهمة قوي قوي لأنه علمنا حضرة النبي التأني من الله والعجلة من الشيطان الشيطان يفضل يلح علي لعمة أو عايز يفسد علي حياتي يلح علي تجوز تجوز لقى عندك حاجة تجوز تجوز عندك حاجة ما تعوضيش كده لوحدك لازم تجوز فييه اللي يحصل فيتجوزه من غير اختيارات ومن غير اقرار المعايير فييجي الجواز للأسف أسوأ من الجواز الأول ليه طيب ييجي الجواز أسوأ من الجواز الأول لأن الحقيقة التصرع ده وتجاوز المعايير للأسباب اللي احنا قلناها بقى أن في حد عايز يجيب عكس الصفة اللي كانت موجودة في الزواج الأول أسباب كتيرة بقى طيب نعمل ايه بقى يبقى قولنا أول حاجة نتأنى في الزواج الجديد نتأنى ونعرف أن مدد ربنا معانا وأن رزقنا مش هيضيع ما نخافش أن فيه فرصة هتفوت ولا أي حاجة رزقنا موجود الحاجة التانية والخطوة التانية اللي احنا لازم نعملها الزواج الأول لابد أنه يكون فرصة للنضج ومعرفة الاحتياج والهدف من الجواز وبالتالي يكون الاختيار في الزواج الجديد على معرفة ونضج وحسن اختيار يعني نستدعي كل اللي تعلمنا من الزواج الأول نحطه كده ونقول والله تعلمنا من الزواج الأول أن الواحد ما يتصرعش في الحكم على الناس تعلمنا من الزواج الأول أن الواحد يكون أهدأ في انفعلاته تعلمنا من الزواج الأول أن الواحد لما يجي يختار يختار الشخص اللي يساعده على ان هو يكون افضل وما يعجزهوش وما يكسرهوش يكتب كل اللي استفاده عشان ايه اللي يحصل يكون حطه في نفسه وهو بيتعامل معه الزواج الجديد تالت حاجة الاستعداد للبذل ان هو يكون مستعد ان هو يبذل ومن اشكال الاتزان بعد التعافي من العلاقة السابقة ان الشخص يعرف ان الزواج بيحتاج لمجهود مفيش جواز بينجح بايه بالمشاهدة مفيش جواز بينجح بالنية لازم الجواز بينجح بالمشاركة وان زيك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا ان الجواز بينجح بايه بالبذل وبالمجهود ازاي يعني حضرة النبي يقول لنا كلكم راعن وكلكم مسؤول عن رعيتي فلازم يبقى فيه رعاية الرجل راعن وهو مسؤول عن رعيتي والمرأة راعية في بيتي زوجيها وهي مسؤولة يبقى كل واحد فينا هيرعى هيبذل هيبقى حريص هيركز اكتر حاجات بتخلي الجواز يفشل عدم التركيز فلازم يبذل عشان ينجح الزواج ويصبر على الوصول للتوافق والسعادة التوافق والسعادة مش والله احنا تعالى نتوافق لا التوافق والسعادة فلازم نصبر واحنا بنعيش التوافق والسعادة ولازم نبقى عارفين ان المشاكل مش حلها الطلاق ولكن بذل المجهود والاستعداد الحل واستشارة المتخصصين رابع حاجة لازم نعملها حسب مشكلات الاولاد قبل الجواز قبل الجواز الجديد نكون حسبين مسألة الاولاد لان يجب ان كل طرف يرتب مسألة الاولاد وما يتعلق بتربيتهم سواء كانوا اولاده او اولاد شرك حياته الجديد فالاولاد مسئولية وكل واحد فينا راعي وكلنا مسئول عن راعياتي فلابد الاول خالص ان احنا نعمل ايه نتفق ونتقل له بعض في مسألة الاولاد دي ماينفعش يبقى الاولاد دي قاعدين نرميهم لا لازم نتفق على قضية بل خلاص الجواز الاول اللي انتهى كنتيجة اولاد لازم نتفق عليهم ليه لان الاولاد دول مسئولية وهنتسئل عليها امام الله سبحانه وتعالى رقم خمسة وده شيء مهم اوي 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 عدم تكرار اخطاء الماضي مش عدم تكرار اختيار الماضي لا عدم تكرار اخطاء الماضي في اخطاء كل واحد فينا اقع فيها يبقى كل واحد فينا لازم يعيش ببصيرة هو عارف ان الخطأ ده عمل وما يعملوش تاني ويتخلص من كل امهامه اللي بتبعده كل البعد عن الالتزان وحشان كده من الالتزان ان احنا نعترف بأخطاءنا في علاقتنا السابقة ولا نكررها ونتخلص من اوهامنا المتعلقة بالجواز والعلاقات المثالية والتوقعات العالية من الزوجين ونتخلص كمان من ان احنا نعتبر ان الشخص اللي بتزواجه ده ده ملكي فاي حاجة لازم تكون ليا انا واخر حاجة لازم نعملها واحنا بنتكلم على هذا على هذا التعافي الحقيقي لازم كل واحد فينا يقول لنفسه قعدتين مهمين جدا فيما يتعلق بإدارة المشاعر يجب ان لا تسوق ان لا تسوقني المشاعر يبقى ايه اللي حاصل مشاعري لا تسوقني ولكن الذي يسوقني القيم لان في كتير من احيين بيبقى اللي افسد الزواج الاول المشاعر فلابد اللي يسوقني مش المشاعر ولكن القيم فيه فرق كبير ان قيمة اسمها قيمة ايه قيمة الامان هي اللي تسوقني مش مشاعري ان فلان ده ترفضني لا ما جايز انا لو امنت واحصل على الامان يبقى دي اول حاجة لازم نعملها فيما يتعلق بمسألة المشاعر حاجة تانية بقى مهم جدا جدا التعبير الدائم عن المشاعر الايجابية امر مهم جدا جدا عشان يلين القلوب عشان الزواج ينجح لكن ان انا احس ان انا اسمع بقى شوف يعمل ايه ان انا احس ان انا محروم فلازم الطرف الاخر في الزواج الجديد هو الذي يغزيني كأنه انا متجوزاه او هو متجوزني عشان يعوضني اللي فات بلاش قانون التعويد في الجواز الجديد ممنوع قانون التعويد ولكن القانون هو ايه اننا مع حياة جديدة واسعة يتجدد فيها فضل الله ويتسع وفضل الله سبحانه وتعالى لا يمنعه احد والله سبحانه وتعالى يمين الله ملأ سحاء الليلة والنهار يبقى اذا نقبل على هذا الزواج الجديد وكلنا امل ان هذه حياة جديدة وكأن هذه الحياة الماضية لم تكن الا بما فيها من النفع والخير والدروس التي تعلمناها بكده الزواج الجديد ينجح مش بس ينجح يحسسنا ان احنا بقينا في بيت حقيقي وممدودين بمدد الله سبحانه وتعالى يا رب وفقنا الى ما تحب وترضاه وجعلنا دائما في مددك وجعلنا من اهل سندك ومن اهل فضك ومن اهل كرمك يا رب العالمين يا اكرم الاكرم فاصل ونتلقى السئلتكم المباركة ونجيب عليها ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بن نامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها اسئلتكم المباركة ونقصص لها وقت نجيب عليها عشان تستمر مجالس العلم ومجالس المدد ومجالس الفضل ممدودة بيننا وبين مولانا سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى انه يديم علينا مجالس النور ومجالس البركة ومجالس الفضل ومجالس النعمة وتعالوا نتلقى اول سؤال من السيدة ام احمد السيدة ام احمد معنا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي ده حضراتك يا دكتور عام الحمد لله هل اطمع هل اطمع انت توطي التلفزيون وتسمعيني من التلفون يا حقا ام احمد اي ام ام لا كده والله ام بوط يا خالف انا بيت تعالي فال تفضلي حضراتك انا متزودة وقالي 13 سنة نعم وحاليا بقى اربع شهور في بيت اهلي بيت اولادي مش معاين ليه حصل مشكلة كبيرة وهو مد يدو على درجة ان انا رفت المستشفى يعني فساعيكها معرفتش اخد الاولاد يعني انا اتشالت وروحت المستشفى وبعدا اهلي جابوني هنا يعني فعملتينه عملتينه محر ورفعت قضية اه وبعدين رغم ان هو الغنطان يعني متبنك وشايف نفسهم شويتين والنفس خلالت دخلت وما فيش فايد والمشكلة دلوقت ان انا الاولاد اللي تعبيني يعني مش حالف اجيبهم هنا وفي نفس الوقت مش مش مأمن ان واسبهم معاه هناك لانه اخلاقوا ضعبة وبيبهدلهم شويت طبعا هم عندهم 12 وتسعة وسبعة تقريبا اه طيب السؤال هل ان حصل امتصال يعني وستكتهم له هبقى انا يعني شيء لزنبه طب وليه يحصل انفصال واحنا لسه عملنا الواجب اللي علينا مش لسه عندنا شوية شغل لازم نعمله مش لازم ببقى فيه اصلاح ذات البين مش لازم طب هو بيعمل كده ليه هو بيعمل كده ليه ما اكيد يعني معذرة يعني انت اكيد متجاوزاه وهو عاقل صح والله البنى ادم ما بيبانشغ بعد العشرة يعني للأسف كويس جدا البنى ادم ما بيبانشغ بعد العشرة والبنى ادم قد كمان تغير فيه العشرة فالعشرة ممكن تغيره يبقى احسن وإلاك ما كانش القرآن قال لنا ادفع باللتي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم انا من اول يوم جواز وانا بعاني معا وبقى لي تلاتتاشر سنة يعني تقريبا كل سنة بقضب عند اهلي بقى مشكلة جاكل طيب فين بقى فين السؤال بتاع حضرتك تعملي ايه اولادي انا اه فين سؤال اه بس ما عنديش امكانية ان انا اخده هل حرم علي دلوقتي ان انا سبتهم له فين السؤال السؤال ان انت حرم عليك لو سبتي اولادك وانفصلتي ايوة كويس انا اجاوب اجاوب على حضرتك يا استاذ المحمد بص يا حاجم يا استاذ المحمد بص حضرتك لو انك انت ما بزلتش كل الطرق اللي تصلحي بينك وبين جوزك ولسه هو عنده بصيص من ال من الاصلاح فتركنا باب من ابواب الاصلاح وعملنا كده اه احنا ظلمنا الاولاد لكن لو ان احنا خلاص ده الراجل ممكن يكون هيوصل بي ان هو يقتني مثلا او ان هو في حالة اضطراب نفسي ما ينفعش العيش معاه او هو خلاص بقى خطر علي بس هو ما عنده اولاده يعني انت بتقول ان انا طبعا مش مع تعفوزنا مع اقراننا بان الدرب كبير او جريم لكن هو السؤال هو دلوقتي فيه روحنا للمتخصصين عشان يسلحوا بيننا ولا كله كلام بيننا وبين بعض كده ما بنروحش لجزر المشكلة وبنحله لو كان دا ما حصلش نعمل الخطوة دي عتقولي بس انا انا عادة في بيت اهلي وهو ما تسألش في انا بقولك اللي لازم يتعمل لو اني خلاص المسألة هتمشي على نفس الطريقة ما انا ليه بقولك كده عشان ما تجيش تعملي وتطلوب الطلاق وبعد كده تعود تتندمي على انك انت تقولي النفس ما انا كنت تثبت ما كنت عملت كذا ما كنت عملت كذا عشان كده نعمل ايه نعمل الاجراءات دي الاول نعمل الاجراءات دي الاول نروح مركز الارشاد الزواجي ونعمل ونجيب الخيرين ونقعد ونتفق بتقولي لي خلاص انا حاسة ان انا لو انا خايف على نفسي ان انا يحصلي حاجة او ان يحصل ان هو في مرة من المرات يزيني ازا انا اه لو كان المسألة كده لا يكلف الله نفسا الا وسعها بس انا بقولك قبل ما تقولي الكلام ده وقبل ما تسئلي السؤال ده على اقل عندك اجرائيل لازم تعمليهم ان فيه ناس من اهل الحكمة يتدخلوا ان امر التاني ان احنا نروح لمركز الاشتاد الزواجي عشان نصلح ما افسدنا احنا الاتنين نعم الاساسة امه محمد من اليابوية موجودة الو الو اتفضلي يا استاذ محمد ايوة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمعت يا دكتور انا جولدي رجل مريض ربنا يجمع له بيانا تمام الاجر والعافية وهو عنده 73 سنة وانا عنده 73 سنة انا تقولمتك قبل كده العلم انا معايا مبلغ ما البيتاق او نسي اتبرعه واعمل له وصلت ليه الانتنص اللي هي بتاع السعيد دي اللي هي بتاعش ماي المسل عقشان المسل التعبان المسل اللي بسيل على رات بس هو لا حاول ولا قول يعني لا هيقول لي لأ ولا هيقول لي آه هو كان خيري قوي 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 اه انا 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 افتكرت حضرتك يا حاجة امم حمد انا انا خايفة لا يكون حرام علي لا ما انت لازم عشان تتصرفي في ماله ايه مش بتاعي حاضر حاضر الفلوس دي فلوس هو هو صح ايوة دي مش بتاعي خالق الفلوس هو وانا عارف ان انت متحفزة ان انت تذكري الحاجة اللي انت بتقول ان انت بتحفظ عليه عشان ما حدش يعرف عنها حاجة فانتي مش عايزة تذكري ايوة مش كده برضه انا فاهم كده صح وفاكرك ايوة انا مش عايزة تذكري حاجة خلاص انا انا وانا وانا بقول عليك بطلة بص يا حاجة ام محمد ما تصرفيش من حاجة تعملي تعمليه صدقة من الفلوس بتاعته إلا إذا كان هو أزن لك قبل ذلك أن أنت تعملي ده فاستصحبت الإذن السابق أما ما أزن لكويش وهو ما تمش الحجر عليه ما بنتصرفش في ماله غير اللي فيه مصلحة لي ما بنتصرفش في ماله غير ما فيه مصلحته فإذا كان ده فيه مصلحته خلاص وإذا كان هو عامل حاجات ليها إذن سابق فانت مكملة في الإذن اللي هو أزن فيه خلاص غير كده لا لأن الفلوس دي قد يحتاج هو في علاج قد يحتاج هو في حاجة تانية فخلي الفلوس وإن شاء الله ربنا سبحانه تعالى يكتب له السواب ويكتب له النية باعتبار أنه كان خير فخلاص ربنا يكتب له السواب كأنه معافى وينفق ماله بالضبط خلاص يا حجم محمد وربنا يعينك انت بطل وبنا يزيدك خير وبركة يا حجم محمد السيد أبو حسامي تفضل سلام عليكم عام الشيخ وعليكم السلام عليكم راح تلو بركاته مبارك الله في حضرتك وفي حضرتك يا سيدي الله معلش ما عندي سؤالين بس بعد إذن حضرتك تفضل خلت كل حاجة أصدك يعني خلت كل العفش كل العفش بحاجته بحاجتها بكله ليه زلامته ليه؟ معانا عشان هما بس يعني احنا في حاجات ظهرت السنتين اللي عادتهم دي وكانتش فيه الحمد لله خلفة خلص انتو انتو تعملت معاملة ولاد الأصول للنبلاء لا ولا ظلمت ولا حاجة مش هو كان موجود وهو مكلف وأهل ووافق مش هو ووافق على التصرف ده ده تصرفات الناس النبلاء وده واتنفوش أي حاجة ولا ظلمت ولا حاجة وان شاء الله ربنا سبحانه تعالى يجعله خير وبركة طب هو دلوقتي يعدلوا شهرين من الشغل هل هو بوافق حاجة اسمها عمل بوافق الحال لا هو مش عمل بوافق الحال ولا حاجة ده فيه ناس كتيرة جدا جدا بيحصل لهم حاجة عندنا ساعات بتتسمى صدمة مبعد الطلاق أو ان هو يحصل له حالة من حالات العزوف عن الحياة بقى ده مش لازم تكون الصدمة مبعد الطلاق لكن هو خلاص عزف عن الحياة هو عمل خير كتير فيها وهي ما ناسف يعني على حد تعبيل الناس فهو قاعد كده مش ايه قاعد كده ما بيعملش حاجة عشان ده رأيه بقى ان انت لازم تساعده اذا كان هو مش لاقي شغل ان هو يعمل الحاجات اللي هو بيحبها يعني يمارس الرياضة لو كان بيحب الرياضة يمارس لو ما كانش عب الرياضة يمارس المشي يمارس الاراية يمارس الحاجات اللي هو تخليه يخرج من ده ويحس ان حياته بتتجدد واضح حاجة ابو حسام ان شاء الله ربنا يبارك له وان شاء الله يحفظه السيدة مرانا تتفضل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضل ونعمة الحمد لله الحمد لله لو سمحت اعايزك ان سنتين كدك ربنا اترمني كنت عايزة نطلع عمرة ماشا ما طلحت النعم اللي عاوزت نعم من عمرة فالظروف الحكم التالي نطلع عمرة انجده امر لي السنة دي للي تطلعي للي تطلعي للي تطلعي عن فليتك لا حاجة مرانا بعد اذن حضرتك يتحركي شوية عشان في وسط الحاجات المهمة الصوت بيروح ماشا ايوة كده كويس تفضلي بنقول لحضرتك انا من سنتين كده من سنتين كنت عايزة تروح الحاج وبعدين ربنا موفقش ربنا ان شاء الله ازن دلوقتي ان انت تطلعي وما طلعتش الحاج جزء وافج يعني اننا نطلع فجهة واحد يعني اخ اللي هي كده ما اللي لازم يبقى معك محرم من خواتك جوزك لا خلاص لا خلاص قولي للاخ ده الله يكرمه والله يبرك له يعد ساك يعد ساك دلوقتي خلاص حضيك سنك كم بالوقتي؟ انا سن سن ستة تلاتين سنة حتى دلوقتي ينفع دلوقتي ينفع تطلعي الحاج تطلعي العمرة خلاص من غير محر فخلاص يجوز لك مش لازم لا يشتر انا ربنا منن عليها باربع بنات يلا توقلي على الله خير وبركة خير في تب بنات دي نعمة يا خير في تب بنات دي دول ابواب من ابواب الجنة يلا توقلي على الله اطلعي العمرة وما تسمعيش كلام اخونا ده يا سادة احنا اتكلمنا النهاردة عن حاجة شوية كده لو سكتنا عنها عايبقى فسطنا ناس كتيرة جدا جدا موجوعين وناس كتيرة جدا جدا متقلمين وناس كتيرة جدا جدا محتاجين ان احنا نرعيهم احنا محتاجين شويتين تلاتة ان احنا نفكر في حياتنا وفي تفاصيل حياتنا وما نتسرعش وما نمشيش ورا مشاعرنا ليس معنا ان الواحد كان عنده تجربة ان هو اتختم بختم ان هو فاشل لأ هو قادر يعيش حياته صح وقادر يستفيد من ماضيه وخاصة لو كان التجربة اللي فاتت دي كانت تجربة زواج خلونا نمشي على الخطوات اللي احنا قلناها ست خطوات اللي احنا قلناها خطوات مهمة جدا جدا لازم نقفل الابواب ونطمئن ان احنا تعفينا ونتعلم الدروس اللي فاتت وكمان لما نيجي نختار نختار صح ونهدى وما نتسرعش مفيش حياة ديق حاجة ورانا احنا نتكلم عن حياة الجواز ده حياة فارجوكم لابد ان احنا نحترم الحياة ونعيد الاعتبار ليها احنا ما ينفعش نتجوز امتقاما لكن لازم نتجوز استفتاحا لابواب الحياة الوسعة فالحياة واسعة والحياة مليئة بالخير بس الانسان يحاول ان ينضج ويحاول كمان ان يسير في حياته بمقتضى الحكمة ومقتضى انه هو ما كان عند الله لا يمنعه احده من العباد فاطمئن واطمئني وتزوج ببصيرة وبنور وببركة وبمدد والله سبحانه تعالى عنده خزائن ملئة وان شاء الله يفتح لكم ابواب السعادة وابواب الفضل وابواب الكرم بما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر اشتركوا في القناة